نعم ناخد شوية اخبار كده قبل ما نطلع ليه ليوفنا النهاردة اخبار فيه اخبار مهمة اخبار مهمة جدا كمان النهاردة مصدر فيه النادي الاهلي قالنا انه فيه احد الوكلاء عرض مهند لشين على النادي الاهلي وموسي ماني ابدأ التحفز على هذا الامر ليس تقليلا من مهند لشين ولكن ليه كسرة اللاعبين في وسط ملعب النادي الاهلي في هذا المركز مركز مهند لشين والاهلي فعلا عنده وفرة من اللاعبين في هذا المركز فممكن ما يكونش محتاج مهند لشين رغم كمته الكبيرة طيب ده بالنسبة للنادي الاهلي